بسم الله الرحمن الرحيم ومعنا موضوع في الوحدة الخامسة وهي فقه النوازل بعنوان غسيل الأموال في صفحة 145 بإذن الله عز وجل سوف نتعلم في هذا الموضوع عدة أمور الأمر الأول سوف نعرف ما هو المراد بغسيل الأموال ومصادر هذه الأموال الأمر الثاني سوف نعرف بإذن الله عز وجل كيفية غسيل الأموال وما هي الطرق التي يفعلها المجرمون في غسل الأموال الأمر الثالث بإذن الله عز وجل سوف نتعرف على الهدف من عملية غسيل الأموال الأمر الرابع سوف نتعرف بإذن الله عز وجل على آثار غسيل الأموال وفي الأخير سوف نعرف إن شاء الله الحكم الشرعي لغسيل الأموال نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى ونحاول أن نعرف غسيل الأموال ما المقصود بغسل الأموال؟ هل الأموال فعلا تغسل؟ يذكر أن بعض تجار مخدرات قديما في بعض الدول أنهم كانوا فعلا يضعون هذه الأموال في البخار يعني يبعد عنها بعض الشبه لكننا اليوم لا نقصد هذا المعنى إنما نقصد معنى آخر وهو إجراء عمليات متعددة لتحويل الأموال المكتسبة من طرق محرمة لتكون في الظاهر وكأنها مكتسبة من طرق مباحة أرجو أن تركزون معي في التعريف أولا عملية غسل الأموال فيها أكثر من عملية فيها أكثر من عملية فهي عمليات متعددة الغرض منها أننا ننقل الأموال المحرمة ونجعلها تكون مباحة كأنها تظهر في الظاهر أنها مباحة فهي أموال محرمة نجري عليها بعض العمليات لأجل أن نظهرها أنها أموال مباحة وصحيحة مثلا نمثل بعض الأموال المكتسبة بطريق محرم عندنا مثلا الأموال المكتسبة بطريق مثلا الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالأسلحة فبعض الأحيان قد يكون النشاط نفسه محرم شرعا أو محرم ومجرم نظاما الأموال التي تكتسب من الدعارة الاتجار بالأعضاء البشر التزوير الرشوة الفساد الإداري كل هذه الأمور إذا اكتسبت منها أموال فإننا نعتبر هذه أموال محرمة طيب قبل ما ندخل في تفاصيل كثيرة أنا أحب أن أبسط بعض المفاهيم مفهوم غسيل الأموال خلونا نرجع لزمن ماضي وقديم نتخيل كذا إنسان عايش في قرية وسائل المواصلات القديمة الإبل والدواب وغيرها وهذا الرجل تسنى له أن يسرق مثلا من أحد التجار الموجدين في البلد والمعرفون مثلا بالتجارة سرق منه مبلغ من المال أو خلونا نقول أنه سرق مثلا كمية من الذهب من هذا التاجر وهو يعيش في هذه القرية لو أظهر هذه الأموال أو ذهب واشترى بها مثلا بساتين أو بيوت أو دواب وظهرت عليه النعمة هنا سوف يكون هو مثار للريبة والشك فحتى يغطيه على هذه الجريمة ممكن أنه يذهب إلى مدينة أخرى بعيدة ثم يبيع هذا الذهب اللي عنده ولا أحد يعرفه ويشتري بهذا الذهب أو يشتري به بعض هذا الذهب يشتري به مثلا سلع خلنا نقول مثلا سلعة أقمشة ثم يرجع ويعود إلى بلده ويبدأ بنشاط بسيط من خلال بيع الأقمشة داخل البلد ثم يبدأ يعمل من خلال هذه الحرفة يعني شهر بعد شهر مدة بعد مدة ويبدأ يظهر هذه الأموال وكأنها تظهر أمام الناس أن هذه الأموال جاءتهم بسبب التجارة في البيع في هذه السلعة وهو حقيقة لا إنما اكتسبها بطريقة غير مشروعة طيب لماذا هو ذهب وراح وباع وغير وجاب نشاط جديد اللي هو نشاط الأقمشة كل هذه الطريقة كل هذه العملية تمويه للناس حتى يظنون أن الأموال التي اكتسبها أنها مباحة وليست فيها شبهة تحريم طيب ننتقل الآن إلى عنصر آخر طرق غسيل الأموال طرق غسيل الأموال هناك أكثر من طريقة سوف نعرض لطريقة أو طريقتان ولهما عدة مراحل الطريقة الأولى أولا إذا اكتسب مال محرم ويريد غسيله فأنه يعمد إلى تقطيع وتجزيء المال إلى مبالغ صغيرة ثم يودعها في حسابات مصرفية متعددة خلنفترض أنه عنده مثلا مليون ريال ويريد غسيل هذا المال وطبعا هذا المال أخذه بطريق محرم مثلا عن طريق مخدرات أو غيرها وأراد غسيله فأنا يأتي ويقسم هذا المال مثلا يجعل كل عشر ألاف أو كل مبلغ عشر ألاف مستقل ويودعه في حساب كل عشر ألاف يجعله في حساب مختلف عن الحساب الآخر هذه طريقة أو طريقة أخرى أن هذا المال يشتري فيه عقارات وأسهم ذهب سندات حتى لو كان الشراء وهميا يعني ما يلزم أنه فعلا يشتري هذه الأموال إنما أهم شيء أنه يحصل على سندات تثبت أنه اشترى هذه الأموال هذه الخطوة الأولى هذه الآن الخطوة الأولى الخطوة الثانية يأتي ويحول الأموال التي أودعها من حسابات محلية إلى حسابات دولية فيجري تصرفات جديدة في الأموال لتغيير الاستخدامات في المرحلة الأولى فالأموال التي كانت في حسابات متفرقة في بنك محلي يحولها إلى بنك دولي أو هذه العقارات والأسهم التي اشتراها يبيع هذه الأموال التي اشتراها هذه الآن المرحلة الثانية المرحلة الثالثة والأخيرة يعيد دمج هذه الأموال المنظفة مجدداً في دورة الاقتصاد الآن هو باع العقارات والأسهم أو حول هذه الأموال إلى بنك دولي خارجي يعيدها إلى حسابه الخاص أو يدخلها في شركة أو مؤسسة خاصة له حتى لو كانت وهمية كأنها صارت الآن ملك لهذه المؤسسة أو هذه الشركة أو هذه الحوالة جاءته من الخارج بسبب التجارة الخارجية أو غيرها فهو الآن بهذه الطريقة يحاول أن يغسل المال بهذه الطريقة غسل المال فيبعد عنه شبهة الحرام وكأنه جاء الآن دخل عليه طريقة أخرى كأنه الآن اكتسب بطريقة شرعية طيب بعد ذلك ننتقل ونتعرف على الهدف من غسيل الأموال الهدف من غسيل الأموال في رقم هنا ذكره المؤسسة النقد الدولي أننا لدينا ما يقارب من 590 ألف دولار أمريكي إلى 1500 دولار أمريكي في السنة عمليات غسيل الأموال من 590 ألف إلى أكثر من 1500 دولار أمريكي في السنة بمعنى ذلك أنه لدينا حجم كبير من عفوا هنا الرقم قد يكون خطأ من 5900 دولار إلى 15 ألف دولار أمريكي في السنة الواحدة طيب نتعرف الآن إلى أهداف أهداف غسيل الأموال الهدف الأول أن يظهر أو يظهر تظهر الشرعية على الأموال المكتسبة الهدف الثاني أننا المجرم هنا يواجه السلطات بأن هذه الأموال جاءته بطريقة مشروعة يعني لو سؤل من أين لك هذا المال يذكر لهم طريقة مشروعة التي غسل بها المال الثالث يحمي هذا المال من المصادرة لأن الدولة إذا اكتشفت أن هذا المال أساسه محرم سوف يصادر الأمر الرابع يضل للسلطات حينما تحاول تعقب مصادر هذه الأموال فإذا أرادوا أن يبحثوا من وين جاءت له المال جاء له المال فإن هنا يحاول هو أن يعمي عليهم بكثرة العمليات التي أجراها على هذا المال ولا يعرف مصدر هذا المال الأمر الأخير هنا أنه يظهر بواجهة اجتماعية أمام الناس كأنه تاجر نزيه وهو في الحقيقة إنما يكتسب هذه الأموال بطرق محرمة ونعتبر بهذا الشكل بأنه لص ويسرق أموال الناس وهو يظهر أمام الناس كأنه تاجر ونزيه وليس عنده شبهة في اكتساب هذه الأموال طيب الآن سوف نتعرف على الآثار التي تترتب على غسين الأموال إذا قمنا بهذه العمليات أو قام أحد ينتشر هذا الأمر في بلد معين ما هي الأثار التي تترتب على هذا الأمر الأمر الأول نقول أن المجرمين هنا يغلون في الفساد ويتمكنون من إفساد البلد ويصير عندهم يعني مراكز قوة في هذا البلد وقد يسيطرون على اقتصاد هذا البلد وقد يفسدون هذا البلد الأمر الثاني أن الذمم هنا تفسد لأنهم يتعاونون مع مجرمين الناس سوف يتعاملون مع المجرمين وهذا سوف يفسد ذمم الناس الأمر الثالث سوف تنتشر الجرائم المتنوعة في هذا البلد غير جرائم غسين الأموال ممكن أن يكون فيه جرائم قتل والسبب أنه إذا اكتشف أحد من الناس يعني مصدر هذه الأموال ممكن أن المجرم يقتله أو قد تزداد عندنا كميات الأموال المسروقة لأنه مع كثرة المجرمين كل واحد من المجرمين يحتاج إلى حصة من المال وهذا يجعل عندنا فيه ازدياد في سرقة الأموال كذلك البلد ممكن يتعرض لهزات اقتصادية لأن المال يأتي يدخل مباشرة ويخرج مباشرة من المال وهذا يؤثر في اقتصاديات الدول الأمر الأخير نقول هنا أنه ممكن تحصل بطالة مفاجئة فقد توجد عندنا شركات مؤسسات هي في الحقيقة وهمية حينما يخاف صاحب المال المشبوه أنه سوف يكتشف أمره مباشرة يغلق هذه المؤسسة وكل الموظفين اللي كانوا موجودين في هذه المؤسسة سوف يكون مآلهم إلى البطالة وبشكل مفاجئ وبعداد كبيرة طيب في الأخير سوف نعرف الحكم الشرعي لغسيل الأموال أولا نقول أن غسيل الأموال محرم شرعا لأن الأموال في أصل اكتسابها محرم فإجراء عمليات عليها أخرى يعتبر محرم قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كذلك الغسيل الأموال فيه تعاون على الإثم والعدوان والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أيضا يجب على المجرم الذي يوقع في مثل هذه الأمور أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلص من هذا المال وطرق تخلص من المال بأحد أمرين إما أن يعيده إلى أصحابه كأن يعرف أصحابه الذي أخذ منهم المال فيعيد إليهم وإذا كانت الأموال تخص دول كما هو الغالب في كثير من هذه العمليات فإنه يعيد إلى هذه الدول والآن عندنا مثلا في السعودية يوجد حساب اسمه حساب إبراء الذمة ممكن أن هذا الرجل يعيد المال في هذا الحساب أو إذا لم يعرف له طريق فإنه ممكن أن يتصدق بها ويتخلص منها هذا ما يتيسر لنا في موضوع غسيل الأموال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد